خبر مهم يخص النادي الأهلي تأكد بشكل شبه نهائي رحيل خمس لعبين عن النادي الأهلي سواء في انتقالات يناري اللي جاية خلاصها هي أو في نهاية الموسم على أقصى تقدير مين بقى الأسماء اللي فيها بعض المفاجآت أول اسم هو صلاح محصن كنا قلنا الكلام ده قبل كده في الوقت الحالي الأهلي بيضغط علشان صلاح يدخل في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد ليه النادي الأهلي في صفقة تبادلية مع مودرن فيوتشر خصوصا وإن مودرن فيوتشر بيفضل أنه ياخد ثلاث لعيبة من الأهلي في صفقة عمر كمال عبد الواحد بدل المقابل المالي يعني دي لي ثلاث لعيبة أعارة بدل ما تدفع لي مقابل مالي صلاح محصن رافض الفكرة رافض الفكرة وقال للناس في النادي الأهلي لو عايزين يمشي من النادي الأهلي فسيبوني أخطار وصلاح محصن عايز يروح سموح عشان هو شايف ان سموحة بيعرف يتقلق فيه سموحة بيشتغل معه كويس خاصة مع الكابتن أحمد سامش طيب اللعب التاني اللي يقترب أيضا من الرحيل عن النادي الأهلي وهو المفاجأة الأكبر في الأسماء دي هو كريم ندفد كريم ندفد كان الأهلي عايز رجعه من مودرن فيوتشر ورجعه بس من ساعة ما رجع لسه ما دخلش الموضوع ما دخلش الجيم مع النادي الأهلي وبما إن هو تأقلم مع مودرن فيوتشر ومودرن فيوتشر طلبه في صفقة عمر كمال عبد الواحد فالنادي الأهلي ما عندوش مانع إنه يطلعوا معار لمودرن فيوتشر مرة أخرى اللعب التالت أيضا اللي يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الأعارة هو التونسي محمد الضاوي كريستو اللي بارس الكولار عايز يشوفه أكتر موجود في الدوري المصري على سبيل الأعارة في أحد الأندية بما إن ما عندوش فرصة كبيرة يلعب في تشكيلة النادي الأهلي في الوقت الحالي اللاعب الرابع هو خالد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح أصبح مرشح بنسبة كبيرة إنه يخرج من النادي الأهلي سواء على سبيل الأعارة أو على سبيل البيع النهاج أما اللاعب الخامس فهو المتوقع أنتوني مودست أنتوني مودست الأهلي من الآخر سيبلو كاس العلم للأنداية أخرك معايا كاس العلم للأنداية الرجل تقلق وأبدع واشتغل كويس هيكمل الموسم بتاعه مع النادي الأهلي الراجل فضل على نفس المستوى اللي احنا شايفينه فالنادي الأهلي هيجيب مهاجم آخر في يناير هتقول لي يعني النادي الأهلي لسه هيشوف لعب آخر في يناير لما مودست يبقى كويس في قطوة العلم أقول لأ هقول لك لأ كان ده مش مظبوط النادي الأهلي من مبارح مبارح دي مجازا يعني هيبدأ الإجراءات الرسمية مع قرار رحيل مودست في يناير لو الأهلي اتخذ هذا القرار بس لأ لي حاطت عينيه على مهاجمين آخرين حاطت هتقول لي انت خلاص انت كده فطست مودست مش أنا وانا لسه مفطست يعني ممكن الراجل يبقى مكسر الدنيا الفترة اللي جاية ممكن يكسر الدنيا في كنس العالم الأندية الله أعلم الله أعلم الموقف هي بعمل إزاي بس اللي بطمينك يا جمهور النادي الأهلي ان الأهلي عامل بلان بيه أو حاطة البدائل لو مودست ماكملش مع الفريق